الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أحمده سبحانه حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطيء الدرى محمد بن عبد الله عليه من ربي أفضل الصلوات وأزكى التسليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه الصادق الأمين ثم أما بعد فالحمد لله الذي بلغنا رمضان موسمٌ عظيمٌ من مواسر الرحمة والغفران من شكر الله عز وجل أن نشكره أن ملت في أعمارنا حتى ندرك وأدركنا هذه الليالي والأيام المباركات ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله بالفضل العظيم فهذا الشهر الكريم شهرٌ من أشهر الله تبارك وتعالى المعظمة فيه الأنزل القرآن وفيه ليلة القدر شهرٌ مليءٌ للخيرات والرحمات والبركات حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه المخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فهو شهر وبابٌ من أبواب الجنة العظيمة فقوبى لمن كان رمضان سببًا لدخوره جنةً عرضها السماوات والأرض فتحت أبواب الجنة دلالةً على أن الله تبارك وتعالى هيأ في هذا الشهر من أسباب دخول الجنة ما دعا له يغلق ويفتح أبواب الجنة الثمانية وهيأ تبارك وتعالى من أسباب امتناع عن دخول النار في هذا الشهر كريم ما جعله سبحانه ودعالى يغلق أبواب النار السبعة لها سبعة أبواب لكل ذات منهم جزءٌ مقصوم فرحمته سبقت غضبه فالجنة ثمانية أبواب والنار سبعة أبواب فرحمته أوسع من غضبه وحمه أوسع من عطابه ومغفرته أوسع من عذابه وفي هذا الشهر العظيم يفتح أبواب الجنة الثمانية تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين تشتب السلاسل حتى تمتنع عن وثوسة والإفساد في الأرض والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى ليكون الإنسان في هذا الشهر مهيئاً لعبادة الله عز وجل فلا وساوس شيطانية فلا وساوس شيطانية وإنما هي النفس البشرية يستعين بالله تبارك وتعالى عليها إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رأم ربي أمارة ولكن المؤمن نفسه لوامة تلومها يلومها على فعل السيئات وعلى التفكير في السيئات وعلى التخي وعلى تخيّل السيئات فجعل الله عز وجل من أعظم المعينات في هذا الشهر على عبادته وطاعته والقيام له والصيام له سلسلة الشياطين هذا العدو اللذور هذا العدو اللذور الذي هو أكبر من أسباب الذي هو أكبر أسباب العواية قال فبعزتك لأغوينهم أجنعين إلا عبادة منهم المخلصين لأغوينهم أقسم بالله تعالى أقسم الشيطان بين يدي خالقه تبارك وتعالى أن يؤوينا أجمعين إلا المخلصين 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 الذين أخلصهم الله عز وجل قال تعالى إن أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار المخلصين المخلصين الذين أخلصوا لله تبارك وتعالى الدين قال عز وجل وما أُنروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاء وذلك دين القيمة قال عز وجل ألا لله الدين الخادص فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخادص قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين وأمرت لأن أكون من المسلمين الدين الخالص الخالط من كل الشوائد الدين الخالص الخالص من الشرك كبيره وصغيره الخالص من الشرك بكل أشكاله وأنواعه الخالص من شرك العبادة من شرك العبادة الدعاء من شرك الحكم من شرك الطاعة من شرك النبر من شرك الزغاة الدين الخالص الخالص من كل الشوائد الخالص من الرياء الخالص من السمعة الخالص من مراءات الناس والعجل والغرور والكبر وغير ذلك من أمراض القلوب ألا لله الدين الخالص وهذا شهر الإخلاص وهذا شهر الإخلاص جاء بالصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه من أجلي كل عمل ابن آدم له له الحسنة بعصرة أمتالها كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به أي جزاء الصيام أكثر من جزاء بقية الطاعات والعبادة الأخرى إذا كانت بقية العبادات قال الله عز وجل عنها من جاء بالحسنة فله عشر أمتالها فإن الله تعالى قال إلا الصيام أي حساب الصيام ليس كحساب بقية الطاعات والعبادات حسابه أعلى وأرفع وأكبر ليست الحسنة في الصيام بعجل أمتالها بل بأضعاف المضاعفة ولهذا قال عز وجل سبحانه وأنا أجزي به وهو الغني واسع العطاء واسع المغزرة واسع الرحمة وهو الغني له مقاليد السماوات والأرض بيده ملكوت السماوات والأرض بيده خزائن السماوات والأرض يقول عن الصيام أنا أجزي به أي دعوا جزاءه لي أي دعوا جزاءه لي فإنه لا يحسبه الحاسبون ولا يؤده العادون لأن الصيام صفر عن الطعام والشرف والشهوة عشر ساعات وأربعة عشر ساعات وأربعة عشرة ساعات قال الله تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إسان لا يحسب ولهذا في بقية العمال والطاعات تحسب الحسنة بعجل أحد أما الصيام فإن أجره وتوابه لم يخبرنا الله تبارك وتعالى به لأن عقولنا لا تطيق حسابه لأن عقولنا لا تطيق حسابه قال تعالى يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب كم لا تستطيع أن تحسبه ولا تستطيع حاسبات العالم أن تحسبه قال أنا أجزي به أنا أجزي به أنا أجزي به تبارك وتعالى وتقلص فهنيئا للصائمين فهنيئا للصائمين هنيئا للصائمين والله تعالى يقول كل عمل من آدم له الحسنة لعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي لي خص الله تعالى نفسه بالصيام لأن الصيام لا حظ للنفس فيها بخلاف ذقية العبادات والطاعات النفس لها فيها مدخل قد يصلي أمام الناس فيطول صلاته رياءا وصنعا قد يحج ويكتب على دار بيته منزل الحاج فلان ويذبح بعد رجوعه من حجه من حجه ذبيحة كبيرة ووليمة عظيمة يخبر الناس أنه حج يخبر الناس أنه حجا ميت الحرام ويتصدق فيبدي صدقته فيراها الفقير فيراه الفقير وهو يحقيها بيها ويراه الناس وهو يتصدق وربما قيل عنه ابن البلاد البار وربما نشر صدقته بالجراحل إلا الصيام من يرى من يرى أنك لم تأكل ولم تشرت عشر ساعات وأربع عشرة ساعة المتواصلة من يرى الذي يراك قيمة قوم وتقلبك في الساجين الذي يراك سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أنك سلت فلم تشرب شربة واحدة عمدا ولم تأكل أكلة واحدة عمدا ولهذا قال عزل القائم سبحانه في الحديث القدوسي إلا الصيام فإنه لي إخلاص عظيم في عبادة الصيام لله رب العالمين إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدعو طعاما وشربه من أجلي آثر ربه على نفسه آثر ربه على بطنه آثر ربه على فرجه عباد الله ما أشد فرح الله بالصائمين ما أشد فرح الله بالصائمين انظر إلى تعظيم الله عز وجل لامتناعك عن الطعام والشراب والشهوة يقول تبارك وتعالى عبدي وصل إلى درجة أن يدع طعامه وشرابه من أجلي أنا أجزي به أنا أجزي به يدعو طعامه وشرابه من أجل من أجل الله خالصا لله لأجل الله تبارك وتعالى ليس لأجل مخلوق من المخلوقين ليس لأجل حجر ولا بشر ليس لأجل ملك ولا ملك وإنما من أجل الله تبارك وتعالى يدعو طعامه يدعو شرابه الله يعظم هذا المعنى فيه الله يعظم هذا المعنى فيه يرى هذا المعنى في الصيانك يرى أنك آترت الله تبارك وتعالى على الدنيا وملذاتها أنواع من الطعام والشراب تمر بالمتاجب والأسواق وأنواع الطعام وأنواع الشراب فتدعو كل هذا مع قدرتك عليه مع قدرتك على أن تأكل مع قدرتك على أن تشرك تدعو كل هذا لله 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 قال الله تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المهوى الصياني يحقق وعنى هذه الآية لحق وحقيقة خاف مقام ربه فلم يأكل ولم يشرب ونهى النفس عن الهوى عن هوى الطعام عن هوى الشراب عن هوى الشهوة نهى نفسه في نهار رمضان أربع عشرة ساعة تلاثين يوما شهرا كاملا يدعو الطعام والشراب والشهوة من ذنوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أنا أجزي به أسلام الله تعالى أن يتقبل لنا ومنكم صالح الأعمال وأن يقعر عمرنا وصيامنا خالصا لوتيه الكريم أقول ما تسمعون وأستغفر الله علي ولكم لنا هو الغفور البقر الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الضالبين والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خاتل الأنبياء والمسلين نبينا محمد على آله وأصحابه قليلين الطاهرين ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين ثم أما بعد فإذا كان رب العزة تبارك وتعالى يقول عنه يدع طعامه وشرابه من أجله فإنه لا يليح بمن ترك طعامه وشرابه لأجل الله إلا أن يكون في أحسن حالاته وساعاته وأوقاته حال صيابه ليكون حال صيابه لاققا بوسف ربه يدع طعامه وشرابه من أجل ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب ولا يجهل لأنه لا يليح بالصائف لا يليح بأن ينترك طعامه وشرابه لأجل الله أن يرفض والرفض هو الجماع ولا أن يصخب والصخب الصياح وتعالي الأصوات من شدة الغضر ولا يجهل والجهل التعامل بجهالة بسوء خلق سواء سوء خلق في فعله بالضرب أو المسجرة أو سوء خلق بلسانه بالسلاب والشتاب واللعاب لا يليح لا يليق بمن قال الله عنه يدع طعامه وشرابه من أجل أن يكون في حال صيامه وفي حال تركه للطعام والشراب لأجل ربه صخابا رفافا جهولا لا يليق به ويهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب ولا يجهل لماذا؟ حتى يلقى الله تبارك وتعالى بصيام نظيف صيام يليق بالله تبارك وتعالى الذي تركت من أجله طعامك وشرابك تركت حظ النفس في الطعام وحظ النفس في الشراب وحظ النفس في الشهوة فاترك حظ النفس في الانتصار لها إذا غضبت وترك حظ النفس في الانتصار لها إذا أغضبت وترك حظ النفس في الانتصار لها إذا نوزعت وترك حظ النفس في الانتصار لها إذا قتلت ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شاتمه أو قاتله في رواية فليقول إني صائب إني صائب إن سابك أحد فلا تنزل لمستوى فإنك في منزلة علية رفيعة عند الله أي منزلة هذه قال الله عنك يدعو طعامه وشرابه لأجلي تذكر هذه الجملة جيدا كلما غضبت في نهار ربضان كلما سابك أحد شاتمك أحد قاتلك أحد أخضبك أحد ضيق عليك أحد تصرف معك أحد تصرفا غير لائف فهممت بأمري أن تنتصر لنفسك تذكر أن الله يقول عنك يدعو طعامه وشرابه من أجلي أَيَسُرُّ أَتُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَدَلَّ فِي حَالِ صِيَامِكَ وَأَنتَ صَخَّابٌ أَيَسُرُّ أَنْ يَرَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَدَلَّ وَأَنتَ فِي صِيَامِكَ لَهُ تَرْفُّ وَتَجْهَلْ وَتَسْخَبْ وَتَسُمُّ وَتَسْتُمُّ لا يليح ولا يحل ولا يجوج بل ويرهب الأجر ويهدم الصيام ويقلب الأمر رأساً على عقب بعد أن كان من من يدعو طعامه وشرابه لأذن الله صار في حالة أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه المخارين عن أبي غيرت رضي الله عنه من لم يدعو أولى الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدعو طعامه وشرابه إنك حينما تركت الطعام والشراب تركته لله تعظيماً لأمره تركته لله لتتحقق التقوى في قلبه تركته لله استجابة له وفالذي أمرك بأن تترك الطعام والشراب هو الذي أمرك أن تترك الصخبة والجهل وقول الزور والعمل به في نهار رموان هو الذي أمرك بهذا فأطيعه في الجميع فإنك عبد لله في كل حالاته فإنك عبد لله في كل أحوالك من لم يدعو أولى الزور والعمل به والجهل أولى الزور الكذب الغيمة النبيمة الشهادة بالزور للقضاء من لم يدعو أولى الزور والعمل به العمل بالزور كل عمل حرمه الله فإنه زور كل عمل حرمه الله تعالى فإنه زور وكل قول حرمه الله فإنه زور والجهل والجهل يسمل الأقوال والأعمال الجهل أن يتعامل بجهالة الجهل أن يتكلم بجهالة وسفاهة الجهل أن يمد يده بغير حقه وأن يبطش بغير حقه وأن يشهد بغير حقه وأن يتكلم بغير حقه من لم يدعو أولى الزور والعمل به والجهل فليس لله حادة في أن يدعو طعامه وسفاهة عباد الله فخاقوا على صيامكم فخاقوا على درجتكم الرفيئة التي جعلكم الله تبارك وتعالى فيها يدعو طعامه وسفاهة من أجري أنا أجزي به هو يجزيك بصيامك فأتي إلى الله تبارك وتعالى بصيام نظيف لا صخبتي ولا رفتتي ولا جهالتتي ولا سبابتي ولا شتامتي ولا حتالتي ولا لعانتي إيكي إلى الله عز وجل بقلق رفيع وصوم رفيع وعمل رفيع لتنال عند الله تبارك وتعالى المنزلة الرفيئة أسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يتقبل منا الصيام والقيام والطاعة وقراءة القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اهدنا في من هذيه وعاكنا في من عاتيه وتولنا في من توليه وبارك لنا في ما أعطيه واصرف عنا شر ما قضيه إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه إنه لا يعز من عاديه ولا يجل من وليت تبارك وتعاليه اللهم نسألك في هذا الشهر الكريم الفضيل أن تولي علينا خيارنا وأن تنزع الملك من شرارنا اللهم ولي علينا من يحيم فينا دينك ويحكم فينا بكتابك اللهم ولي علينا من يحكم فينا بشريعتك اللهم ولي علينا من يحكم بكتابك ويحرشه وينقاج بكتابك ويقودنا به وله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل علينا وولي علينا حاكماً ربانية اللهم وولي علينا حاكماً ربانية اللهم لا تولي علينا حاكماً علمانية اللهم لا تولي علينا حاكماً علمانية اللهم وولي علينا حاكماً ربانية يحكم بالكتاب والسنة ويحرزهما ويقيم الملة العوجاء ويهدي العباد للسبيل ويسر للعباد أمور دينهم ودنياهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزلازل والإحن والفتل اللهم ارفع عنا هذا الداء اللهم ارفع عنا هذا الداء اللهم انا عبادك الصائدين اللهم ارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين واشفي يا رب مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم اشفي الحاج علي مؤذن هذا المسجد اللهم اشفيه وعافيه شفاء لا يغاجر سقنا اللهم رب الناس اذهب عنه الباس اشفيه وأنت الشابه لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس امسح عنه الباس اكفيه وأنت الكافي المكافي لا كافيه إلا أنت اللهم إنا نعيده بعزتك وقدرتك من شب ما يجن ويحاذه اللهم اشته وعافيه شفاء عاجلة وأقر عين أهله وأحدائه وهذا المسجد بأبانه ولدائه لك يا رب العالمين واشف مرضى المسلمين أجمعين وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين واهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم وابدقنا لتحكيم الكتاب المستقيم وارفعنا عندك في أعلى علينيين وأحسي خاتماتنا أجمعين لرحمتك يا أرحم الراحمين وابدقنا لإكمال عدة الصيام وصيام شهر رمضان كاملا طائعين لك منيبين مخبثين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر